هذا هو الجزء السابع والعشرون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم وهذا هو القسم الخامس بعد أن عرضت عليكم مجموعة من الفيديوات التي تخبرنا وعما يجري حولنا وعما هو واقع في أرضنا التي نعيش عليها تسلسل الحديث منذ القسم الأول حيث عرضت عليكم الفيديوات إلى أن وصلت إلى القسم الرابع في الحلقة الماضية تسلسل حديثي إلى أن وصل إلى حقيقة ارتباط التشريع بالتكوين أخذتكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم لكن الوقت لم يسعفني وصلت معكم إلى هذه الآية في آخر الحلقة الماضية إنها الآية السادسة والتسعون بعد البسملة من سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الآية واضحة في بيان حقيقة الترابط الوثيق ما بين التشريع والتكوين حدثتكم عن الآية في الحلقة الماضية فلن أعيد ما تقدم من كلام وإنما أنتقل بكم من سورة الأعراف إلى سورة الأنفال وإلى الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم التعذيب هنا عقوبة كونية أمر تكويني إنما يكون لفسادهم التشريع لكن بسبب كمال في واقعهم وهذا الكمال مرده ليس إليهم وإنما مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فإن العذاب التكوينية لن يسلط عليهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الاستغفار إصلاح لما يفسده الإنسان إفسادا تشريعيا إفسادا دينيا إفسادا عقائديا فحينما يكون هناك سعي لإصلاح الفساد التشريعي فإن الآثار التكوينية لن تترتب على ذلك الواقع الذي يتحرك فيه الاستغفار لإصلاح ما فيه من فساد تشريعي الآية واضحة وواضحة جدا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا رسول الله وجوده كمال وطهارة لذلك الواقع وليس لأناس ذلك الواقع إلا إذا أرادوا أن يقتبسوا طهارة من فيض طهارته صلى الله عليه وآله إذا أرادوا بصدق أن يقتبسوا طهارة من فيض طهارته فإنهم سيفوزون بتلك الطهارة وما كان الله ليعذبهم كما قلت لكم العذاب أثر كوني أمر كوني وإنما يستحقونه لماذا لفسادهم التشريعي إلا أن محمدا فيما بينهم فإن الأثر التكوينية لن يترتب على فسادهم التشريعي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالاستغفار كما بيّنت لكم قبل قليل هو أسلوب إصلاح للفساد التشريعي على اختلاف مستوياته وهذا الاستغفار تارة يكون فرديا شخصيا وتارة يكون استغفارا بمستوى الأمة بمستوى المجتمع وهذا الموضوع فيه تفصيل وتطويل المقام لم يكن منعقدا للتفصيل والتطويل لكنني إذا وجدت فسحة في الحلقات القادمة سأعود إلى هذا الموضوع سأعود إلى الاستغفار على المستوى الفردي وإلى الاستغفار على مستوى الأمة على مستوى المجتمع من سورة الأنفال وحيث كان الحديث عن أن الاستغفار يكون سببا لدفع الأثر التكويني بسبب الفساد التشريعي من هذه السورة من سورة الأنفال أنتقل بكم إلى سورة نوح وإلى الآية الثامنة بعد البسملة وما بعدها نوح النبي هكذا يقول في مناجاته مع الله سبحانه وتعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا هذا في الآية الخامسة بعد البسملة موطن الحاجة يبدأ من الآية الثامنة بعد البسملة وما بعدها ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا هذا الاستغفار سيصلح فسادكم التشريعي سيصلح فسادكم العقائد سيصلح فسادكم الدين ويترتب ما يترتب على ذلك من آثار تكوينية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا هذا أمر تكويني ما هو بأمر تشريعي لكنه يترتب على أمر تشريعي على صلاح تشريعي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين هذا أمر تكويني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا أمر تكويني واضح وواضح جدا وفي جميع الاتجاهات يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذه الآثار التكوينية تترتب على الصلاح التشريع التشريع الآيات تتناسق مع الآية التي مرت وهي الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأنفال تتناسق هذه الآيات في مضمونها مع تلكم الآية هكذا قرأنا في سورة الأنفال في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا في سورة نوح يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا تلاحظون أن الآيات تأتي في سياق واحد وفي اتجاه واحد تخبرنا عن الترابط الوثيق فيما بين التشريع والتكوين نذهب إلى سورة النساء وإلى الآية الرابعة والستين بعد البسملة من سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم دقق النظر في الآية معي الحديث الحديث هنا عن فساد تشريعي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فساد تشريعي ماذا يطلب منهم أن يفعلوا جاءوك هذا الخطاب لمن قد يقول قائل هذا الخطاب لرسول الله جاءوك سأستمر في قراءة الآية وأنتم أحكموا بأنفسكم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إذا كان الخطاب لرسول الله فهل يصح هذا الكلام الذي يأتي بعد الخطاب جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هل يصح هذا الكلام جاءوك يا علي هذا هو الخطاب الحقيقي في الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وإلا لا يصح الكلام أن يكون الخطاب لرسول الله وبعد ذلك تقول الآية واستغفر لهم الرسول إذا كان الخطاب لرسول الله فإن الآية لا بد أن تكون هكذا واستغفرت لهم يا رسول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفرت لهم الآية لم تأتي بهذه الصيغة وإنما جاءت بهذه الصيغة جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هناك شخص مخاطب لهو الله في الآية ولهو الرسول إنه علي صلوات الله وسلامه عليه الاستغفار الذي يكون سببا لصلاحي وإصلاحي الفساد التشريعي لا بد أن يمر عبر الإمام المعصوم جاءوك يا علي الآية دالة على نفسها بنفسها ومع ذلك فإنني سأقرأ عليكم ما جاء في تفسير القمي نحن على هذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ تفسير قرآنهم منهم صلوات الله عليه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 136 عن زرارة عن أبي جعفر قطعا بسنده بسند القمي عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الآية التي نحن بصددها وهي الرابعة والستون بعد البسملة من سورة النساء هكذا قرأها إمامنا الباقر صلوات الله عليه هذه قراءة أهل البيت ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الإمام الباقر يقول هكذا نزلت هكذا نزلت الآية دالة على نفسها بنفسها هكذا قرأها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إمامنا الباقر يقول هكذا نزلت هذه القراءة الصحيحة الأصيلة لمحمد وآل محمد نحن نعتمدها في التفسير أما في التلاوة لا نعتمدها لأنها ليست صحيحة لأن الأئمة أمرون أن نقرأ بقراءة المصحف المصحف المعروف عند المخالفين أمرون أن نقرأ بقراءة هذا المصحف الذي هو موجود عندنا أيضا إنه مصحف المخالفين القراءة المشهورة عندنا في المشرق هي قراءة حفص لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع لكنني قرأت عليكم قراءة محمد وآل محمد نعتمدها في التفسير في التلاوة نقرأ حتى ظهور الحجة بقراءة حفص التي هي في المصحف لو دققتم النظر أنتم بأنفسكم في الآية بغض النظر عن الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير القمي فإن التركيبة اللغوية والتركيبة الأدبية والتركيبة النحوية في الآية لا يمكن أن يكون الخطاب فيها لرسول الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول جاءوك جهة ثالثة الخطاب الخطاب ليس خطابا لله سبحانه وتعالى وليس خطابا لرسول الله الخطاب لصاحب الشهادة الثالثة الخطاب مع صاحب الشهادة الثالثة فالاستغفار فالاستغفار يجب أن يمر من خلاله هؤلاء حمير الذين أصدروا لكم الفتاوى التي تقول ببطلاني الصلاة إذا ما ذكرتم الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير في الصلوات المفروضة هؤلاء حمير أتحدث عن البشر الحمير الذين حدثتنا عنهم سورة الجمعة هؤلاء حمير بتمام معنى الكلمة لا يفقهون شيئا من قرآن محمد وآل محمد هذا نص صريح إذا رجعنا إلى قراءة أهل البيت وتفسيره فإن الآية نزلت هكذا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإذا أردنا أن نعرض عما جاء في الروايات فإن البناء اللغوية والأدبية البلاغية والبناء النحوية كل ذلك يشهد بأن المخاطب هنا لا هو الله ولا هو رسول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هذا هو الاستغفار الحقيقي الاستغفار ليس لقلقة لسانية الاستغفار هو أثر من آثار العقيدة تلاحظون أن العقيدة هي الآصل في الحلقة الماضية حين حدثتكم عن التقوى من أن التقوى هي عقيدة هي ولاية علي بها نتقي نار جهنم هناك آثار لها أن نتواجد في موضع الطاعة وأن نتباعد عن موضع المعصية هذه آثار التقوى حقيقة التقوى ولاية علي حقيقة الاستغفار أيضا ولاية عهليا أما هذا الترديد اللساني وما يترتب عليه من عمل وما كان من ندم أيضا قبل ترديد أذكار الاستغفار هذه آثار حقيقة الاستغفار الاستغفار حقيقته هنا أن نتوجه إلى إمام زماننا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا أمير المؤمنين جاءوك يا بقية الله أين أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأهلياء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 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 يحبقية الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هناك تعانق بين الشهادة الأولى والثانية والثالثة في كل المقامات وهذا مقام من المقامات التي تحدث القرآن عنها حيث تتعانق الشهادة الأولى والشهادة الثانية والشهادة الثالثة وهنا تتقدم الشهادة الثالثة على الشهادة الأولى والثانية البداية منها وهذا هو منطق الآية السابعة والستين من سورة المائدة قطعا هي السابعة والستون بعد البسملة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فهنا ذكر للرسول وذكر لله سبحانه وتعالى وإن لم تفعل فما بلغتها رسالته وهنا ذكر لعلي صلوات الله عليه الآية جعلته أصل الأصول وجعلت ذكر الله وذكر الرسول فروعا ملحقة بهذا الأصل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الرسالة التي أولها التوحيد ورسالة محمد نبوة محمد وقرآنه وحقائق دينه كل ذلك لا يعد بشيء من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين التوجه إلى علياً ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك 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 يا أمير المؤمنين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هذه القضية ليست خاصة في حياة رسول الله في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله رسول الله ما تظاهران رسول الله لم يمت حقيقتان ما تظاهران هو الذي يقول إن ميتنا لم يمت هذا الحكم خاص بمحمد وعلي وفاطمة والأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم هذا حكم خاص بهم فمثلما كان المسلمون في حياة النبي يسلمون على رسول الله في ختام صلاتهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كان المسلمون يسلمون على النبي في أيام رسول الله في ختام صلاتهم الذين يصلون الذين يصلون خلفه يسلمون عليه الذين كانوا في أي مكان يسلمون عليه وبعد انتقاله من الدنيا بعد أن قتلوه مسموما صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتقاله من الدنيا بقي المسلمون يسلمون على رسول الله في ختام الصلاة الأمر هو هو مثل ما كان بينهم فهو فيما بيننا أيضا ما هي الآية واضحة وقل اعملوا فسيرى الله أحملكم ورسوله والمؤمنون الآية تواضحة لا تحتاج إلى كثير استدلال هو موجود بيننا نحن لا نراه هو مشرف علينا الآية هذه تؤكد هذه الحقيقة لأن الآية ليست خاصة بزمان معين ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك يهبقية الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول في هذه اللحظة وفي كل لحظة مثل ما نسلم عليه في ختام صلاتنا قطعاً قطعاً هو سيرد السلام إذا كان راضياً عن صلاتنا إذا كان راضياً عن صلاتنا هل تعتقدون أنه سيرضى عن صلاتكم وأنتم هكذا تعتقدون أن ذكر أمير المؤمنين يبطل صلاة بحسب فتاوى حمير النجف وثيران النجف من آيات الله العظمى هل تعتقدون أن رسول الله يرد السلام عليكم وأنتم تصلون بعقيدة الكفر هذه من أن ذكر علي في التشهد الوسطي هو الأخير يبطل الصلاة تفعلى صلاتكم وتفعلى مرجعياتكم التي تفتي لكم بهذه القذارة وتفعلى فتاواه القرآن منطقه واضح ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما من سورة النساء أذهب بكم إلى سورة الجاثية وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة في السياق نفسه في سياق المغفرة والاستغفار قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة ويوم القيامة الكبرى هذا واضح في ثقافة العترة الطاهرة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ماذا نقرأ في تفسيرهم في رواياتهم في أحاديثهم أقرأ عليكم أيضا من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه صفحة ستمية وأربعة وثلاثين من طبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل بسنده عن داود بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله هناك قوم لا يرجون أيام الله هل هم شيعة إذا لم يكونوا شيعة لعلي فليس هناك من مغفرة لأن التوبة مثلما مر علينا قبل قليل جاءوك لوجدوا الله توابا رحيما جاءوك ثم ماذا يفعلون يستغفرون الله وبعد ذلك يستغفر لهم الرسول النتيجة النتيجة ما هي لوجدوا الله توابا رحيما الذين ما هم من شيعته لن يتوجهوا إليه فلا معنى لأن نتصور هذا الإحتمال إنهم شيعة لكنهم لا يرجون أيام الله لماذا لأن مراجع النجف قد ضللوهم لأن مراجع النجف هم أيضا لا يرجون أيام الله فلا يعتقدون بالرجعة ويقولون للشعة من أنها ليست ضرورية فهم لا يعتقدون بأيام الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله هكذا فسرها لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم مثل ما قلت لكم الاستغفار والمغفرة ما هي بالأقلقة اللسانية الاستغفار عقيدة عقيدة لكن ثيران النجف من آيات الله العظمى لا يفقهون القرآن حتى يعلموك هذه هي الحقيقة من الآخر هؤلاء الحمير الذين يرتقون المنابر من قبل حمير النجف المراجع لا يفقهون القرآن حتى يحدثكم عن معنى الاستغفار وعن معنى التقوى مثل ما أحدثكم هنا والفضل ما هو لي الفضل لبيعة الغدير التي أتمسك بها والتي تأمرني أن أفسر القرآن بتفسيره الفضل لبيعة الغدير وليس لي فأنا عبد من عبيدها لأنني عبد من عبيد بيعة الغدير فأنا مضطر للالتزام بميثاقها ميثاقها يلزمني أن أفسر القرآن بتفسيرهم بتفسير علي وآل علي فحينما عدت إلى تفسيرهم وجدت أن الاستغفار شيء آخر هو غير استغفار حمير النجث الذين استغفارهم استغفار نواصب سقيفة بني ساعد لو كان الحديث عن هذا الموضوع لفصلت لكم كثيرا ولأخذتكم في جولة في الآيات والروايات والأدعية والزيارات لكنني أتحدث عن العلاقة بين التشريع والتكوين وإنما بينت لكم هذه الحقيقة لارتباطها بالآيات التي تلوتها عليكم فيما يرتبط بعلاقة التشريع بالتكوين وعلاقة التكوين بالتشريع قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا مننا عليهم بمعرفتنا هناك توفيق قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا هذا يعني أن مراجع النجاف لا علاقة لهم بمحمد وآل محمد وإلا لمنوا عليهم بالمعرفة حمير هؤلاء حمير لو كانوا على علاقة بمحمد وآل محمد لمنوا عليهم بالمعرفة قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم الذي يقوم به حمير النجف من آيات الله العظمى يضللون الشيعة يقولون لهم إن أحاديث الرجعة لا تساوي فلسان لا تساوي قلامة ظافر يقولون لهم إن عقيدة الرجعة ليست ضرورية ليست من أصول الإيمان هؤلاء لا يرجون أيام الله ثيران هؤلاء ليس لهم من علاقة مع محمد وآل محمد لمنوا عليهم بالمعرفة ولما تركوهم في جهلهم وجهالتهم وضلالهم هؤلاء مرجئة بطرية مقصرة من هنا تصدر الفتاوى منهم من أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير يبطل الصلاة تفعل دينهم وتفعل عقائدهم الضال هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم أنا أعرف أن البعض منهم الآن يحدث تلامذته فيقول إذا كنا لسنا عالمين بهذا الذي يتحدث عنه الغز فها هو قد علمنا فقد غفر غفر لنا هذا الكلام صحيح إذا خرجتم إلى شيعة وبينتم هذه الحقائق وقلتم لهم من أن ما يطرح في قناة القمر هذا هذا هو الدين الحقيقي مثل ما تتحدثون فيما بينكم صدقوني صدقوني وحقي قرآن محمد وأهل محمد هذا حينما يتحدثون فيما بينهم يقولون إن دين محمد وآل محمد الحقيقي هو هذا الذي يطرح عبر قناة القمر لكنهم يقولون لتلامذتهم ولخواصهم القريبين منهم يقولون لهم ليس هناك من مصلحة أن تصرح بذلك للناس حافظوا على أوضاع الشيعة كما هي والبعض منهم يطلب من الوكلاء أن يزداد وأن يزداد وأن يزداد وأن يزداد فيما يقوم به من عملية استحمار للشيعة في دينهم هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية لا أجيب الأسماء واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة هي قال توصل وإطمئن تركبهم يعني ما يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلام قبل خمسة قال هي مستعجب مستعجب تركب يعني خلاغة أغامي شيني كم مردون خلاغة أغامي شيني كم مردون كان حالة السنو فقوش ديخ عباردة فقوش ونص عباط كنا على تفاو وكلكم تعرفون لأنه مرد أجيب الأسماء عربة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا لا معلم إجمالي هذا الواقع هذا الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا الواقع الشيعة